أعلنت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع أنه يجرى حالياً إعداد دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد المصري وزيادة قدرته التنفسية سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية والقطاع الخاص جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة للاجتماع الأول لجنة دعم صناعة السجاد في مصر والتي شكلها رئاسة مجلس الوزراء وقالت الوزيرة أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تنفيذ تكلفات القيادة السياسية بشأن تنمية وتطوير صناعة السجاد المصري وتحظى صناعة السجاد المصري بإقبال واثقة المستهلكين سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية وسجلت صادرات مصر من السجاد 340 مليون دولار عام 2020